من يومين وصلت مصر وتحديدا مطار شرم الشيخ أول طيارة تقل فوق سياحي أتى إلى مصر من أجل إقامة حفل زفاف حيستمر ثلاث أيام الحفل ده جي في إطار خطة مصر لتنشيط أنماط جديدة من السياحة واللي مصر بتخطو فيها خطوات كبيرة جدا زي سياحة المؤتمرات، سياحة المهرجانات، سياحة اللخوت السياحة العلاجية وغيرها من أنماط السياحة إلى الدولة المصرية قررت أنها تطورها بشكل كبير خلينا نتحدث مع الأستاذ علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية عشان يعرفنا على هذا الأمر صباح الخير يا أفادي صباح الخير يا أفادي أهلا بحادي خلينا نبدأ معاك من سياحة حفلات الزفاف اللي يمكن كتير مننا ما يعرفش أهميتها يعني احنا شفنا افتتاح مبهر في الأقصر مثلا وعرض أزياء وناس جات على مطلط غيرات خاصة وقعدت كذا وقت ومشيت هنا الموضوع بتكرر في صورة حفل زفاف وبتأتي فيه جلسيات كتيرة جدا كلمنا إزاي بنسوأه إزاي بنصنعه إزاي بنعمله لأن مخصوصنا ده يعني نوع جديد احنا مش فاهمينه أفادي أولا التنويع في النمط السياحي ده بيزود طبعا أولا الزعدات السياحية الوافدة لمصد وزيادة الدخل القومي أما بالنسبة النمط اللي هو إقامة الحفلات الزواج أردتك عارفة الهند مشهورة جدا بإقامة الحفلات لأن الهند طبعا عندهم طبعا فئة قوية جدا ويتستطيع أن تصرف في البلاد زي كانت تركيا والبلاد الخيطة بجانب إحنا طبعا ناخد هذه التجربة ونهدف إلا كسب هذه النمط من النوع السياحة ده بيزيني واحد وانا زيادة أد اتنين زيادة دخل القومي ثلاثة الترويج لهذا النمط في تديني أو تبارة الهند فبالتالي أنا أود أنت عارفة عارفة أردت كنان غنية بكثير من النمط السياحي المتعدد وإحنا حاليا نحن بنوسع هذه النمط السياحي وليس فقط حق للزواج أو السفائي أو الدخوت فإحنا بنزداد كل يوم وإضافة النوع الجديد للنمط السياحي المصر أكيد يمكن محتاجين مزيد من الدعم من الأعمال الدرامية يعني فيه فترة من الفترات انتشر حفلات الزفاف اللي بتتشاف في الدراما في بعض الدرامات يعني سواء الأجنبية بقى يمكن إحنا محتاجين الفترة الجاية عندنا دعم أكتر من الدراما المصرية بحيث أنها هتروج لأماكن السياحية وتروج لأماكن الزفاف في أماكن مختلفة من مصر هل الموضوع بينحصر كله في حفلات الزفاف الشاطئية ولا لا ممكن الموضوع يتطور ويبقى له علاقة بأماكن لها علاقة بأسول تاريخية الحضراتي طبعا أرفع أن يستيح مبيعي على أرض افتنانة اللي غرضه من النمط السياحي ما ولكن بإنفعاش أنه يبتدي يزور الأثار طبعا من الأثار نمتلك أثار سريدة من نوحة وكل إنسان يتمنى أن يجي يزور هذه الأثار مرة في حياته وبالتالي أن نضم أي نمط سياحي جديد هو برض تشجيع وزيادة الأعداد للنمط الموجود الكلاسيكال الموجود على الأرض الكنانة فبالتالي وحاولتك أنت قلت يجي حالة كويسة جدا أما تلويجي المصري يعمل فيمتني بحاجة درامية زي اللي عملها في رمضان اللي فات في ممتعة أسوان لكتاركت الصندق أجاب نتيج قوية جدا جدا بالتالي نحن نخط خطوة زي تركيا وكانت بتعمل تمسيليات وكانت بتفضل العالم على أماكن السياحية فهي عاية مباشرة لجذب السياحة لهذه المناطق فلحنا بالتالي إحنا عندنا من هالنمات كتيرة سياحية فأنا من خلال من برحضرتي بقول للتلفزيون إنه هو يشجع هذه الدراما اللي هي بتقول للعالم إحنا عندنا إيه ودي دا عاية قوية جدا وشوة توصل المواطن في العالم ريا أي طب تنويع سلة المنتجات السياحية المقدمة في شكل واحد يعني حضرتك شايف أن أكيد قدامها تحديات كتير أبرزها إيه؟ يعني نقدر نعالج إيه يا فهند فضل أبرز 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 تحديات هي حضرتك ما بتكون عندك ديستنيشن بس أنت بتواسط حياة ديستنيشن من الماضي هي جديدة فأنا بد من وجود شكل شركة ناقلة قوية جدا تنقل هذه الأعداد لأن حضرتك تسويق بدون شركة ناقلة فإحنا طبعا متأمنا بنهرد فيه في بحر بالتالي أهم حاجة من مقومات وتشجيع سلوكات التهارات هي وجود الشركة ناقلة بسطول هالبحر وده ملوش حل لأن أنا برضو سألت في القصة دي يعني المسكنات حتى قصة الشارتر ما تفتحش يعني مجال بس حضرتك إحنا عندنا كاركات مقصرية خاصة للشرطر ولكن غير كافية فلابد من وجود الشركة الوطنية بتشجيعها وتوسيع أسطولها الكبير زي هديك مثلا زي تركيش تيرويز القطارية الإماراتية حضرتك والأكيوذية النهاردة عندهم أسطول ضخمة جدا جدا بينقلوا أعداد كبيرة إلى أرضهم وبالتالي هذه الأعداد المتمر حتى لو كانوا مروا فقط فبعضوا على أقل الليلتين في هذه البلد أنا بقول من خلال مباركة توسيع الشركة الأقلة المصرية طيب يعني إحنا متخيلين إن الزفاف الهندي أكيد ده حيكون متميز ومختلف ومتخيلين إن إحنا إن شاء الله هنتابع صور مختلفة على السوشيل ميديا تبين حلاوة وجمال الفرح هل حضرتك عندك أي تفاصيل عن الباكيج اللي بتتقدم أو التسهيلات اللي ممكن تكون بتقدم لجذب مزيد من سياحة الحفلات الزفاف في الفترة القادمة خصوصا من المناطق القريبة اللي حوالينا الحفل الزفاف ده بيكون حفل الزفاف سوري زي ما كانت كريستان ديو دي هو عمل حفلته الشهيرة جدا في الكرن جاء صدق إيجابي قوي جدا جدا فبالتالي أنا النهاردة عندي بكش قوي جدا لإني أنا قلت في بداية البرنامج الناس دي بتصرب ببسخ فبالتالي بتكون أقل عدد الأيام اللي هما بيضرب بيها حفل الزفاف أقل حاجة هي 3-4 مستيام وتوصل لأسبوع وبعدين بتيجي نفس أعداد كبيرة جدا جدا وطيراته بالخاصة يعني إحنا بدأنا إن شاء الله في هذا المنوان فإذن تحييب نتيجة قوية جدا جدا لأن الأرض التنالة غنية جدا بمناطقها الطبيعية والأكتيفتي النشاط الكثير الموجود على أرض التنالة أيه فعالية زي فعالية حفل المبيوات مثلا أو افتتاح طريق الكباش يعني إزاي سهبت في جذب هؤلاء إلى الداخل المصري هل عملت فعلا حاجة؟ حضرتك شوف كل حدث له إيجابية قوية جدا لأن الحدث بأفضل تأثير إيجابي في الدعاية إلى مصر أو أي مقصد فيه أحد فبالتالي حضرتك شوفت يعني تعجب كباش أو نقل ممينات من المبحث المصري أو كريستيان ديورا ما بيجي هنا فهمتني المركات العالمية ده بيجي له صدق قوية جدا حتى لو حقرتك عملت دعاية الملايين مش هتيجي نفس الإجابة أو ردع صدق للمقصد السياحي المصري طيب ده أعتقد أنه هو حيدخ دماء جديدة كمان في أو أسماء جديدة من السوق المصري حتى تربع يعني على عرش تنصيق وتنظيم حفلات الزفاف يمكن إحنا بنتفرج كتير على حفلات الزفاف على الشواطئ والبعض بيكون له مناطق كده لها خلفية تاريخية لكن ما فكرناش نستغل أو نروج للصحراء المصري إحنا عندنا مساحات صحاري وسعب ألوان صفرة جميلة ومتميزة هل نقدر نفكر أن إحنا نعمل تدعيم للمنتج السياحي عندنا ونقول أن إحنا عندنا برضو صحراء نقدر نستغلها بشكل أو بآخر حضرتك عندنا برنامج الصحراء ده منذ زمن بعيد فله قط قصيد قوي جدا 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 لأن عندنا مناظر خلابة حقيقة الوحاقات خلابة تمد السائح بكل ما يستطيع من نورة تواجد أكثر من الليلة في هذه الصحراء فبالتالي إحنا عندنا إمكانيات جمهرة ولكن طبعا ظروف طبعا الأمنية حتى الآن الصحراء لن يسمح لزيارتها ولكن عندنا إقبال وضمان مطلوب لزيارة الصحراء ولكن إحنا وعندنا دعاية قوية بالنسبة للصحراء المصبية في إمكاني حقيقة ده كده لمعوجود ولكن بركرة تبقى للدواع الأمنية فمأوقفها حاليا زيارة الصحراء السحرية ونشكرك أستاذ علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف الساحية شكرا جزيلا لحضرتك